إنها أوريم الكبرى إنها حلب إنها بوابة حلب من الريف الغربي الآن نحن في مركز الهلال الأحمر الذي تم رصده لساعات وحرقه عبر ست صواريخ فراغية وخمس براميل متفجرة عبر الهلوكوبتير وتم رش كل العاملين العمال العاديين من النازحين الطوعيين من الشعب والشعب تم قتلهم في هذا المكان احترق واحد وثلاثين سيارة قاطرة ومقتورة تحمل الغوص والمساعدات في هذا المكان استشهد خمسطعش شهيد وخمسطعش جريح في هذا المكان استشهد أعمار سليمان بركات أبو سليمان أبو الشهيد الذي استشهد تعذيبا في زنازين النظام من أشهر في هذا المكان عزيناه وقال أحزبي الله ونعم المكيء والوكيل أعتبره فداء لسوريا اليوم استشهد عمر بركات رجل الهلال الأحمر الذي خدم لسنوات هذه سترته وهذه سيارته التي كانت تجمل أرياف والمخيمات من أجل خدمة الناس من أجل سوريا أين أنتم يا أهل سوريا جعبا ومسؤولية أين أنت يا ضمير العالم هذه الدماء وهذه السترة هذه السترة الدولية المعترفية أين صاحبها إنه شهيد للحق والحرية والعدل يطلب من هذه البلاد الرحمة يطلب لهذه البلاد كل الخير والسلام كرها للحرب كرها للدمار والقتل في الشوارع شبيحة وفي العالم شبيحة من موسكو إلى بطرسبرج إلى دول العالم إنه شعب سوريا الحي الذي عاش آلاف الأعوام سيعيش إن لم نمت قبل اليوم استطعنا كل الحياة أن نحيا وأن نستمر للأمال والمستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر